أن ينظم بلد عربي مسلم لأول مرة بطولة رياضية عالمية هذا ما لم تستطع تقبله كثير من الدول التي تخفي بذور التطرف فيها تحت ستار الحقوق والعدالة حتى جاءت استضافة قطر لبطولة كأس العالم لتزيح الستار عن الوجه الحقيقي لكثير من دول الغرب التي قادت حملة شرسة ضد قطر العقلية الاستعلائية للغرب وانتشار التطرف اليميني والإسلاموفوبيا ضد العرب والمسلمين غذى هذه الحملات الإعلامية الشرسة التي امتدت لتشمل مسؤولين ومؤسسات غربية يفترض أن تبتعد عن السياسات الشعبوية الإعلام الغربي تفنن في كيل التهم وشن الهجمات على قطر ولم توفر المؤسسات الغربية وسيلة إلا واتخذتها لتشويه صورة المسلمين عموما والتهجم على عاداتهم وتقاليدهم وكادت تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن تحدث أزمة مع قطر عندما قالت إن من الأفضل عدم منح شرف تنظيم البطولات لدول كهذه ولم تقتصر الحملات على منديال قطر بالتصريحات بل وصلت إلى حد اتخاذ عدد من البلديات الفرنسية قرارا بمقاطعة بث مباريات كأس العالم في الدوحة وعدم عرضها على شاشات كبيرة في الميادين العامة النقطة الأكثر جرأة وإثارة للجدل هو الدعاء أن حماية الفطرة الإنسانية من أفعال الرذائل مخالف لحقوق الإنسان بحسب معايير المنتخب الألماني وللمفارقة ذات المنتخب قام بطرد نجمه التركي الأصل مسعود أوزيل لأنه تضامن مع الإيغور المسلمين في محنتهم الإنسانية الحملة الغربية ضد القيم والعادات العربية والإسلامية لم تفلح في منع مئات الآلاف من الدول الغربية من حضور المونديال معبرين عن امتنانهم وإعجابهم بثقافة هذه الأمة لتنكسر بذلك الصورة النمطية التي يرسمها إعلامهم عن العرب والمسلمين